اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء مواصلة تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا في كافة المجالات بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين نعم نوها سموه بأهمية الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة جذلك لدى لقاء سموه اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان معالي سيد فرابوسو بيانوتو وزير الدفاع الاندونيسي في إطار أعمال منتدى حوار المنامة 2021 حيث رحب سموه بمعالي وزير الدفاع الاندونيسي مشيرا سموه إلى حرس مملكة البحرين على تعزيز أسس العلاقات الصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة مختلف المحاور التي تطرق إليها منتدى حوار المنامة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا إلى جانب استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك